كثيرة هي قصص الأمل التي لا تمحى في أذهان الرافضين للمستحيل وفي العراق مثلها الكثير أما الجديدها ما بشر به عراقي سبعيني من الفلوجة بثلاثة توائم بعد حرمان طال خمسون عاماً ومن زوجته الرابعة مستشفى الفلوجة الذي أعلن حالة ولادة التوائم الثلاثة بصحة مستقرة لرجل يبلغ من العمر 72 عاماً رسم حياة جديدة لعائلة لم تفقد الأمل حتى في الوقت الذي يستبعد الأطباء فيه حدوث عملية إنجاب ناجحة وخلال السنوات الأخيرة شهد العراق تصاعداً ملحوظاً في مشاكل تأخر الإنجاب للمتزوجين الجدد ومنحت الحكومة العراقية لأول مرة ترخيص لمراكز طبية متخصصة في الخصوبة وعلاج مشاكل الإنجاب على هيئة ترخيص استثمارية في بغداد ومدن مختلفة من البلاد تعمل إلى جانب المستشفيات الحكومية